قرر الاتحاد التمسك بشروط القيد التي أرسلها للأنديا من قبل والخاصة بقيد 25 لعبا فقط في القيد السنوي لكل نادم مع السماع دي النقطة الإضافية لكل نادم بقيد 5 لعبين إضافيين في فترة القيد الشتوي يعني فترة القيد الشتوي هيسمح فيها الكل نادي بقيد 5 لعبا جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الاتحاد المصري مساء اليوم مع رؤساء أندية الدور الممتاز حيث أعلن القرارات التي توصلت إليها الجلسة اللي عقدها الدكتور كرم كوردي عضو مجلس دارة الاتحاد بعد الانتهاء من اجتماع مجلس دارة الاتحاد اللي أعقب لقاء رؤساء الانديا ما تقول للأستاذ كرم كوردي دكتور كرم كوردي وأضاف كوردي لممثل وسائل الإعلام أن مسابقة الدور الممتاز هذا الموسم ستقام من مجموعة واحدة ومن دورين على أن يكون قيد اللاعبين الأجانب مثلما كان الموسم الماضي بعدما أنا في جزء الأولاني قرر مجلس إدارة التمثل بـ 25 لعب ولسه حسقف بقيت الخبر تخلى إيدي تحفظته عشان كده أنا عايزة الدكتور كرم كرم يفهمني يعني إضافة 5 لعبين يعني هل إحنا هنبتدي بقيمة 25 الدور الأول تبقى 30 بلص 5 في الدور الثاني يعني هتبقى 30 في الدور الثاني ولا أقدر أغير 5 لا مش هتستبدل هتضيف خمسة أستاذ إبراهيم أنا وإنت أنا فاهمة مكتوب كده النص المكتوب بيقول كده لكن قد لا يكون هذا هو المعنى لأنه لو النص المكتوب بيقول كده هذا حقه يرد به باطل خلاص من الأول كده أنت كده هتخلي دكتور كرم ما يخشش معان بغط علي عشان أقولك أنا خلينا متعافز يعني إيه يبتدي بـ 25 لعب وانت بـ 30 لعب يعني إيه يعني أنا أخلي الأندية ده الأول الدور الأولاني اللي هو يعني مش دور الحاسم الدور الثاني هو دور الحاسم يبقى كل الناس اللي عندها ملاءة مالية شديدة تستطيع إنها تبتدي بقى تخش على الأندية ولعبتها تتعرض لإغراءات غير مسبوقة عشان حيضيف من الدور المنتز ولا حيقول له بشرط إن ما يكونش لعب مع حد في الدور المنتز يعني حروح أنا أشتري مثلا من بيتروجيت ولا أمبي ولا لازم أشتري من بر الأندية اللي لعبت من 25 دول كلام كتير عايز يعني تفسير وأنا أتمنى الدكتور كرم يوضح لنا دي لأنها عملية هو الحقيقة يعني المواقع كل موقع كاتب حاجة مختلفة مش كده وأنا أستغرب أنه يبقى فيه اجتهاد مع خبر خبر في قرار طلع من الاتحاد يعني أربع بالزملاء كلهم في كل المواقع أنه كل حد يكتب تفسير بحاجة مختلفة وبعدهم كله يكتب بعد عقدة مجلس الإدارة وقرر مجلس إدارة في موقع يقول هم 25 وعشرين وهتضيف خمسة موقع تاني زي اليوم السابع كما قرر الاتحاد وضع خمس لعبين على قوام الانتظار لكل فريق هيا دي حدوتة تالتة لا هي دي موجودة لا يفتوى أسامة اسماعيل باعت الخبر عموما كمتحدث باسم اتحاد الكرة بعد الاجتماع مع رؤساء ده النص الرسمي قولي بقى التمسك بخمسة وعشرين لعبا الدوري من مجموعة واحدة الأجانب مثل الموسم الماضي مفيش حاجة اسمها خمسة على قيمة الانتظار لكنه بيقول بالنص بقيد خمسة وعشرين لعبا في القيد السنوي لكل نادين كما أرسلها من قبل مع السماح للأندية بقيد خمس لعبين إضافيين في فترة القيد الشتوي خطر جد خطر جد ان هذا الكلام واخدلك ده مش استبدال حتى الأجانب بنفس الموسم بمعنى أنه أربع لعيبة ويسمح بمشاركة تلاتة مش ده اللي كان قائم يبقى مفيش حاجة اسمها الأربع الأجانب يلعبوا كده تلاتة في الملعب ماهو تلاتة في الملعب مش معنى أن الأربع ملعبوش ما انت موحد عدكة وده عدكة وتبدل أجنبي بأجنبي وده ما كانش برض متوافع لسه الفاتك لما الأهلي طلبوا بالزبط إذن إذا أراد النادي الأهلي أن يمر القرار يصدر حد غيره هو الأهلي دي كانت رغبته أه طبعا مش إحنا بعد ما اشترينا باكة قلنا لهم أنتوا خلطونا جيبنا لعيبة عشان نقعد عدكة ما نقعداش عدكة عشان تبقى بره في التمرين يا جماعة دولنا تلاتة في الملعب أجانب بس بس الأربعة ممكن يشاركوا في الملعب قبل هذا الطلب وهنا أنا بقول لإتحاد الكرة ما هي المعايير الفنية التي تتخذ بها قرارات مصيرية فنية تؤثر على موازين القوة في الأندية تؤثر على استقرار الفرق تؤثر على اقتصاديات الفرق تلاتين لا خمسة عشرين لا تلاتين نسمع تمانية وعشرين طب ضيف خمسة طب أنا ضيف خمسة إزايش يعني أجيب لهم فلوس منين دول خمسة دول كم نادي حيقدر يشتري خمس لعيبة في الشدة في نص موسي مين النادي اللي حيقدر يشتري خمس لعيبة إذا كان المفهوم ولذلك هات لنا أسام اسماعيل إذا كان الدكتور كرم مش عايز يطلع ويريت يطلع لأنه دكتور كرم راجل عنده يعني يقدر باسم المجلس الإدارات كلم شوفونا حد يا أسام اسماعيل يا دكتور كرم كردي يفهمنا أو حد من من غير ما حد يقول أنا عايز أقول لك على حاجة أنا مش عايز أعتمد على النص ده أنا مش هو ده النص الرسمي يعني يا سلام يا أبراهيم هو أنا مش بجد لك في النص يا أبراهيم أنا بجد لك في تفسيره قد يكون هناك معنى ما عارفوش عبارة عنه في هذا الخبر أنا كلامي كده ما أنا قريت النص وأنا بقول لك أنت أقلفتك أنت قريت الخبر آه مع إضافة خمسة في الشتا يبقى إحنا معناها كده باختصار هبتدي بخمسة عشرين وبعدين أبقى ثلاثين طب أنت ليه بتلوم اتحاد الكورة ما للسادة الرؤساء الأندية حضرين أو منذوب الأندية حضرين وقفوا على هذا السين من إمتى من إمتى أيوه اتحاد الكورة إلا إذا أرى آه أنه مر القراءة طبما من إمتى بيأخذ رأي الأندية طبما أو شو هو لو عايز يأخذ رأي الأندية كان قبل الموسم قبل ما يعمل التلاثين خمسة عشرين كان عمل الاجتماع ده كان عمل كل شيء لكن لما يبقى فيه متغيرات على الساحة أقدر ناس تانية عشان تديني الشرعية كلها يا أستاذ إبراهيم ألعاب سياسية وأنت تعلمها أنا لم أحب أخذ قرار وعايز أستخبه بحد أروح أعمل بس للإنصاف والموضوعية أنت دلوقتي أعلنت الأندية نظام خيد وقلت خمسة وعشرين لائة كل الأندية ستفت قوائمها وأوضحها على خمسة وعشرين لائة ملياش علاقة بمين عانى ومين ومين استفاد لكن في شروط أعلنت تم التنفيذ عليها أكمل بقى الموسم عليه بالضبط أنا كان نفسي يكمل عشان أسقف الخبر ده الموسم ده كده أيها وأقول من دلوقتي الموسم الجاية حيبقى تلاتين حيبقى تلاتين حيبقى سبب وعشرين من دلوقتي مش أستنى الآخر الموسم على ضوء النتائج وعلى ضوء ترتيب الفرق إنما إن أنا أصلا إنما أضغط عشان أزود أبتدي بخمسة وعشرين وعشرين تلاتين ده معنى كده إن اللي عنده فلوس هو الحياة الرفنائي وهتبصت لي ممكن إن أنا كنادي أهلي معايا بقى الإمكانات المادية الأهلي يستطيع أن يحصل على الأموال بكل الطرق يعني بكل الطرق السليمة والشرعية عنده الإمكانات عنده الإسم عنده البراند عنده الرعاية عنده الباس عنده قيم اللعيبة اللي يستطيع أن يستبدل منها ويحقق المعادلة الفنية والمعادلة المادية أنا كنادي أهلي بقى معايا فلوس طب ما أنا أقدر أكلم عشر أو اتنشر لعيب في الدوري واركز على الفرق اللي بتنفسني ولا أخبط لها دمخها وده شفنا بيحصل حتى في ظل الإمكانيات ضئيلة السنة اللي فاتت واللي قابليها واللي قابليها فرقة هتلعب فرقة ليه بيتفاوض معنا ديتها وكلام كتير عن اللعيبة اللي انتقلت والكلام ده ده لما يحصل دلوقتي إيه الدور الجاي مصير الدوري وجديته هتبقى إيه يا جماعة أبو سئدكم يا اتحاد يا كرة يا اللي انت عندك أزمة واختبار حقيقي على مدى مصدقية توجهك في رعاية الكرة المصرية أنت الآن تتعرض لأزمة نتيجة المشاركة المخزية بتاعة كأس العالم طيب عايز تقولي أننا هبتدي بداية جديدة وسليمة لها كذا تكون البدايات الجديدة أنت دلوقتي برضو ما زلت ترهق الأندية بقرارات اقتصادية وفنية مش مستقر خمسة عشرين بعد تلات أربعة أشهر ما الدوري حيبتدي شهر تمانية تمانية يبقى عندك تمانية يعني خلال تمانية وتسعة وعشرة وحداشر واثناء أنت بعد أربعة أشهر هتوبقى بتتكلم عايز تجيب خمس لعين كل واحد على ضوء موقفه ترجمة نانسي قنقر